والمناسبة برضه وسهل العلام في البرازيل تكلمت على مطش بكر وركزت بشكل كبير على الاختلافات بين مواجهة الاهل و يوم بالميراس على 3 و 4 النسخة الأخيرة من كاس العالم و مواجهة الاهل و بالميراس في الدور قبل النهائي نسخة أبو ظبي تكلمت أنه مبارات الاهل و بالميراس لن تكون سهلة على الإطلاق تكلمت على الغيابات أو أبرز الغيابات في صفوف بالميراس والليم مش هيزهروا في النسخة دي في كاس العالم وقالت منهم طبعا ماتيا سفينا فليبي ميلو ويليون لويز وادريانو دول مش موجودين مع سكواد الفريق السنادي لكن انا امكن احنا منتكلم امبارح حتى مع احد لعيبي بالميراس السابقين قال ان الفريق عمل سبع صفقات اهمهم او ابرزهم لما تابعش حلقة امبارح هو دودو البرازيلي الجناح الشمال للفريق هو شايف انه يعني من السبع صفقات اللي عملهم بالميراس دي تعتبر اهم صفقة ودودو ده برضو بكرر على حضراتكم مش غريبة علينا مش جديدة على جمهور النادي الاهلي ومش جديدة على لعبة النادي الاهلي وجهناها المرة اللي فاتت في كاس العالم للاندية بس المرة اللي فاتت كان بيلعب في صفوف الدحيل القطري مش بالميراس صحفة برازيليا اتكلمت على كمان ان المباراة لانتا يكون سهلة لاربع ازباب هم قالوا كده أن المطش مش هيكون سهل على البالميراس لأربع أسباب أولها وجود الدافع الحلم اللي عند لعبة النادي الأهلي وجماهيره بالوصول المراضي لمدى أبعد من الإنجازات اللي حققناها قبل كده سواء برونزية كاس العالم السنة اللي فاتت أو البرونزية الأولى اللي حقق الأهلي في 2006 وبالتالي لعبة الأهلي عندها رغبة ودافع شديد جدا في الوصول للمباراة النهائية اتنين فكرة أنه الأهلي هيلعب في الملعب وزي ما حضراتكم شايفين طبعا ده ملخص الكلمة اللي حضراتكم شايفينه طبعا والأهلي هيلعب في ملعب مباراة بكرة وكأنه بيلعب في السادة القاهرة مش بيلعب خارج ملعبه لأنه جماهير الأهلي كان لها دور كبير جدا في مواجهة مونتري ونجحت بالفعل أنها تكون اللعب رقم واحد وبالتالي توقعوا أن الملعب بكرة يكون ممتلع عن أخير وده أكيد لأنه معلوماتنا بتقول أنه من مبارح تذاكر المطش خلصت بالكامل وده وده أهمية الأهلي مين في العالم ممكن يلعب مر مطش بره ملعبه يلاقي الملعب مليان كم نادي في العالم ممكن يروح يلعب يلاقي جماهيره مش ناس رايح هتتفرج يلاقي جمهور رايح يشجع فرقته لابس تيشرت يعني أنت لو عملت مبارسة رضايا لبرشلونة وريال مدريد ممكن جدا الملعب يبقى مليان على آخره لكن مشجعين جمهور نادي ما أعتقدش ما فيش أندية كتير في العالم ممكن تعمل ده إلا الأهلي المصري أينما حال هتلاقي جماهيره وقفة في ظهره كلموا كمان على طريقة اللعب اللي الأهلي بيوجدها بشكل كبير جدا واللي ظهرت بشكل نجح في مبارات مونتري المكسيكية هم قالوا ووصفوا يعني أنه بيعتمد دايما على فكرة ما بيعتمدش في طريقته على الاستحواز بيعتمد دايما على الهجمات المرتدة وخصوصا لما بيكون بيقابل فرق يعني عندها قوة هجومية وبالتالي هو هيعاني بكرة لأن أهلي كمان بيملك نفس السلاح وبيوجيد فيه بشكل كبير جدا ونجح في ده قدام مونتري وهدد مونتري مش بس المكسب أو الهدف اللي حقا هو محمد هاني لكن قدر يوصل في مرات ومناسبات كتيرة جدا لمرمى مونتري وكانت كلها فرص خطيرة جدا والعمل الرابع اللي تكلموا عليه هو عودة الدوليين ومش عايزكوا تحطوا أمل كمير على الدوليين لأنه كان اللف عنهم يعني الناس دي الحقيقة مخلصة مبرح مرات 120 دقيقة يهد كبال احنا لو بنلهم مع بعض تقسيمة هنا في النادي 120 دقيقة يعني ما حدش هيفكر يلعب كرة قبل أسبوع فما بالحضراتكم الناس جاية من أربع مطشات كل مطش 120 دقيقة منهم فاينل فأعتقد طبعا أكيد ورحلة سفر طويلة جدا للقاهرة ومنها الأبوظبي اللي ممكن يعني ممكن إراية أنه فيه يكون احتمالية لأنه هما ياخدوا مشاركة في المباراة معرفش بقى مستر بيتسو موسيماني هو اللي يحدد ده معرفش مدى جهزيتهم بعد الرحلة الطويلة دي لكن شريف وأيمن أشرف لاتنين دول ما خدوش وقت كبير مع المنتخب ما شاركوش في آخر مباراة فبالتالي ما عندهمش حالة الإجهاد بشكل كبير لكن السلية حمدي عبد المنعم طبعا لعبين 120 دقيقة فكان الله في عونهم لكن ممكن يكونوا أوراق يحتاج لها مستر موسيماني وخصوصا أنه إنت لو بسيت على دكة الاحتياطي عندنا في ماتش ومنتري دكة كانت فاضية يعني تقريبا يعني كان نقصنا 3 أو 4 لعيبة على دكة البودلاء وبالتالي ممكن يبقوا موجودين ممكن يبقوا أوراق يحتاجهم يستخدمهم في جزء من المباراة الله أعلم لكن في النهاية أعتقد أنه اللي موجودين الأهلي بمن حضر أعتقد مصر كلها قبل ما يكونوا الأهلوية أين كانت مقاتهم أجمعت على أنه أهلي فريق عظيم وأنه رجلت الأهلي أثبتوا بالدليل قاطع أنه لو في 11 رجل في الملعب إحنا ما بيهمناش بنلعب مع مين ولو روح الفنية للحمراء حضرة حتى في أصعب وأقصى الظروف قادرين دايما نوصل للي إحنا عايزينه